الوعي الصحي يقصد به إلمام أفراد المجتمع بالمعلومات والحقائق الصحية وإحساسهم بالمسؤولية نحو صحتهم وصحت غيرهم من خلال الممارسة الصحية عند قصد نتيجة الفهم والاقتناع لتحويل تلك الممارسات إلى عادات تمارس بلا شعور أو تفكير يصبح اسلوب حياة يفعلها الإنسان بدون إدراك بدون تحديد ما إذا كان سوف يفعل هذه الممارسة الصحية أو لا تصبح ممارسة بلا شعور أو تفكير الصحة الوقائية تهدف الصحة الوقائية إلى منع حدوث الأمراض ويتم ذلك وفق إجراءات خاصة تبدأ أساسا بعدم التعرض لمصادر العدوى المختلفة والابتعاد عن الأماكن الملوثة هذه هي الصحة الوقائية والآن مستويات الوقاية فمستويات الوقاية منع حدوث المضاعفات والحد منها الإعداد البدني والتأهيل النفسي والاجتماعي إذا نظرنا إلى هذه الشريحة لمستويات الوقاية سوف نجد أنها تكمل جميع الجوانب الصحة التي كمنا بتعرفها بداية المحاضرة ترجمة نانسي قنقر